السلام عليكم ورحمة الله كديري الى بس لكم مرحبة بكم اليوم معي فيديو جديد لكم المشتركين جدال الذين انضحقوا معي في القناة كنت مني ان شاء الله يا ربي تعجبكم وكنشكو لكم بزاف عالتعليق ديالكم الرائع والسويلة طلقتوني بزافة لوصفة اليوم ان شاء الله سنشاركها معكم ونشارك معكم فيها واحد طلب اليوم تجربوا وانتفرجوا في الفيديو ملأ واحدة الاخر حيث هناك واحدة الوصفات ان شاء الله اللي سهل أولا سنجدون مضلين بلا دقيق بيض يعني بلا فورس وسنجد لكم واحد البيسكوين إن شاء الله واحد الحيوة بدون طهي أبدا وفيها واحد مكومنة وعلى بزافة يعني مفيدة للدالة الصغار وفي نفس الوقت ستعجبون إن شاء الله لأنه هناك مجموعة فذلك الحيوة والذي ستعجبون في السلليات قريبا في يومين فكيعجبون مفاعلة إن شاء الله بإذن الله وعاوتني أنا عاوت صيبتها لمدة ديالي فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله مرحبا بكم معي نبدأ بأول حاجة وجدة هنا هي هاد الكابكيك أو الماضلين واعرين غادي يعجبوكم وصحي إن شاء الله أول درت ماثلة ديالبيضات ودرت كأس سكر خاشين ونطربهم مزيان حتى تضع في الحجم الخليط أو لبيضلية وغادي ندوز المكون السحري أو السري أو اللي كيزيدهم لدو ماداق هي هاد الزبدة ديال لوتيس إلا ما كانش عندكم استغناءوا عليها نهائيا أنا درت منها معلقة كبيرة رها موجودة في الأسواق تجارية ودرت منها معلقة ونص ديال حليب ديال نيدو دائما تقدرو تستغناءوا على المكونات اللي كيكونوا إضافية بيسكويت ونصدر لديها بيسكويت أحضر لديها نهائية ونصدر لديها ونصدر لديها كاس مع مرش ديال زيت نباتية زيت عادية دقيق القمح الكامل وغربته حيث يتمنون نخلته ودرت ميجوش ديال الخمارات ودرت الكاس الأول ونزيد الكاس ثاني كيفما تشوفوا معي يجوش كيسان ديال دقيق القمح الكامل رهما غربته وكاس واحد ونصدر لدينا الخليط يعني بحل شكل ديال الكيك وغادي تشوفوا قدام كيفاش هاد العملية هادي كتساعد على أن الكيك أو الماضلين ديالنا يجي خفيف وكيجي واعر والله تاكي يجي وبنان كيفما كتلكم غجر بهم غادي يقولوا هادهم مالي ماضلين المعتمدين عندكم إن شاء الله كتلبوا مني يعني وصفة صحية وراء نرى ما نسي يقوم يعني غيب شوية بشوية إن شاء الله بإذنه لكل شي غالبي لطالبة دياله صافي ضروري نزيد تخبص ديال الملحة المكونات غير خلي بكم مذكورين في صندوق الوصف الكاس اللي كنا نخدم به هادي العنبة خديت هادو كل الكي سات ديال ماضلين هادوك ديرو بالتامان بالجمله باكية بخمسه وبرعين درم حتى ال 42 على ما عقدت عقل المازل منزال غديتا اخذتهم هكذا نظن ما كاملاش يمكن نصف درهم او لا او لا ستاشل سنتيم المهم ما علينا انا مهم كبيتهم هنا يا نسب الفرن فرن ديال الكهرباء اللي عنده يشعل غيمل تحت يشعل غيمل تحت يشعل غيمل تحت يشعل غيمل تحت ويدرهم يطيبو على ميتين درجة سوف يتحمرو ونخرجوهم ونجدوزو دباء للشكل ثاني انا كنت مننا ياربي تجربو هاد الوصفة اللي اعطيتكم اليوم لانه فعلا فعلا صراحة من الابتكار ديالي وشي حاجة مهم غير مضاق وعرجة فيهم وغشوفو معي ان شاء الله وصفت وحده ما غشبه الاخرى ان شاء الله اذا هنجدوزو باش نشوفو المكونات ديال هاد البيسكوي هذا اللي بدون فرن بدون طهي وساهل وسريع نسيبا للمكونات عندي هنا يلوز حمرتو بالقشرة ديالي لباني لطبيعة الحال ورمشتو وعنده هنا القرقعة هو خلية وضحة شوكونات في الفران وضحنتوا وخليته حقق وعنده تماما نخالة او لا القشرة ديال القمح الحبة ديال القمح حمرت ساحتها لدي شوكولات ماء و استعملت شوكولاتة حقيقية نسبة الكاكاو فيها 50% و تستعملوا شوكولات عادي لا يوجد مشكلة و تشاهدوني تمارا عندي شريحة مقطعة طريفة صغار و اي حاجة كانت عندكم ستقدروا تدرز بها تزيدوا التمر و تزيدوا مهم هذا الشيء الذي كان عندي هو الذي خدمت به و هنا سوف ندرز المكوه الاساسي في هذه الوصفة هو السمسم او لازنجلان اخضيت واحد منه واحد الكمية و حمرته و طحنته حتى اطلق الزيس دياله على شكل بخاليني يعني طحنته و طحنته بوحده حتى اطلق الزيس دياله و هو اللي غي علك لنا هذه الوصفة هذه و سيجمعها لنا و انتم ما كاملين كتعرفوا منافع السمسم و اللي يزوين في هذه الوصفة هذه هو انها ما فيهاش ابدا السكر نهائيا ما فيهاش سكر مهم هده هم المكونات اللي عندي انتبدأوا ان شاء الله بالطريقة ديال تحضيرها حاجة واحدة اللي نقدر نقول لكم انا يا هو انه اللي عنده هده 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 تقريبا هده تقريبا محلق الثون معجون على هذا على شكل المدق دياله على شكل بونتي يعني فيه الكوك و فيه نسلي و فيه شكلة الابيض هده هده يتبع في الاسواق التجارية اللي عنده بغا يضيفه اضيفه اللي ما عندهوش ما يضيفهش نهائيا يكتفي بهات الشي هده المقادير هده اللي اعطيتكم صافيا مهم هانتوما انا ذات السمسيم درت النخالة او اللي يعني القنح منخول محمرة و درت الماء زلوز محمرة و مهرمش يعني مطحون مفروم مطحون مطحون تيت سبحلة ضروري يخليهم باش هده الشي مقاو ناكله ونحسو بيك خصيه هده رحت الكبار در موضوع و اي مكسرات و اي مكسرات سنتجمع الخالي ديالي كامل بالشوكولات و انا ضفت عالقه منها البات ديال الكوكو للي عندي صافيا سنتجمع الشوكولات الكميه اللي كانت عندي المقادير انا لا اعطيكم او مهم انكم تسويه انا من بعد ما جمعت اخلي الخالي انا سوف تنظروا انه يتكوير هنا او او اعود بسكويت الوليدات دينا ضروري نقوم بتطبيقه او ايضا يكون صحيه او ايضا يزويه اخذت هذه الوريقة اتباعوا عند الناس اخذتهم بثلاثة درامي اخذت واحدة في الدهبي او واحدة في الحمر اضافة البيسكويت اعطي واحد الجمال بحشك الفيرورو روشي انا استلهمتها من الفيرورو روشي وتقدروا انكم تفندون في شكر وتدروا عليهم اللوز كونكاسي اخذت واحد المترو او سنتيم سوف يقنع برحة سبعة سبعة بحلقة و نقطع و نكمل البابي و نقطعه على الجهة الاخرى هذا يكون اقتصادي لاننا نشروع باكيت يكون واجدين قليلا نقطعه بحلقة مربعات و نكمل و نكمل طريقة التحضير صافي سوف تستعمل في الحلويات بريستيج هنا بسكويت و نقوم بسكويت و نقوم بسكويت بحلقة 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 و نتوقع حلقة لنقوم بخلق و نغطيه و نقوم بحلقة من المشاكل اخذت الكويرات و اغلبتهم بورقات الذهبية واللون الأحمر اللي غا نقول لكم هو نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون هاد الفكرة هاد ينالت الإعجاب ديالكم كنشارك معكم أفكاري هاك أفكار الوليداتنا إن شاء الله وكنتمنى بإذن الله تزربوهم وغادي ينالوا الإعجاب ديالكم صافي كنتشوفوا الشكل ديالهم كيف الجو أنا غادي نكمل هادك شي اللي عندي كامل وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديال الطلبية اللي حضرت معكم اليوم ها تشوفوا شا نقول لكم شوفوا إذا مشيتوا تصعبتوا هاد البواطة لنتو مولوا والدكم ما غا تكملش عندكم نار أنا كنقولها رعتما تأكد منها قد تشوفوا هادك الأخرين برتؤون في كويغطات وستفتم ها هي في هاد البواطة هادي بنسبة للكلي Dana اللي طلبت هاد النوع ديال هاد الشي اللي لقوت ديالوليدتت ها ذاك شي بغادي ذاك شي صحي وذاك شي Adobe صافي coal ها تشوفوا innovate اعطينا من الداخل واليوم سوف تجربة ونرى شكلهم فادينا من الفوق شوية المربع اشتركوا 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 في القناة